موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة موسيقى في الأجندة هذا الأسبوع موسيقى في الذكرى السادسة للربيع العربي ماذا تبكى منه؟ موسيقى 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 بمناسبة الذكرى السادسة لاندلاع ثورات الربيع العربي قالت جريدة الغارديان البريطانية في افتتاحية الثلاثاء الماضي إن الأسباب التي فجرت ثورات الربيع العربي لم تنتهي بعد بل إن بعضها أصبح أشد وأنكى مشيرة إلى أن الأوضاع اليوم أكثر كابلية للانفجار مقارنة بالعام 2011 وأشارت الصحيفة البريطانية المشهورة إلى مجموعة حقائق عن الوضع الخطير في الدول العربية اعتبرتها أسباباً موضوعية لاندلاع ثورة أو ثورات ربيع أخرى قادمة واستندت في هذه الحقائق الصحيفة استندت إلى تكارير الأمم المتحدة نفسها تقول الصحيفة حسب ترجمة موقع عربي 21 إن الأسباب التي ستولي الدورة جديدة من الاحتجاجات واضحة ومن ذلك أن العالم العربي تزدهر فيه السيوف للمحاريف وهو الذي أنفك خلال ربع الكرن الأخير ما يقرب من 75 مليار دولار سنوياً على التسلح تصيدل النخب العائلية على السلطة والأعمال التجارية لا تكاد تتم دون الوساطة والمحسوبية أدى الفساد إلى إهدار كم هائل من الموارد تقول الأمم المتحدة إنما يقرب من 11 تريليون دولار 11 تريليون دولار نهبت خلال نصف قرن كان يمكن لهذه المبالغ أن تستثمر في إيجاد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية لا بد من التخلص من الفكر الذي يوصد الأبواب في وجه من يتحدى الوضع القائم هكذا جاءت العبارة الطويلة في الصحيفة وبحسب تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة وهو التقرير الأول الذي يصدر منذ تفجر ثورات الربيع العربي حسب هذا التقرير فإن الشرق الأوسط كما تقول الجارديان يسكنه خمسة بالمئة فقط من سكان العالة لكنه يولد خمسة وسبعين بالمئة من الإرهاب في العالة وتبلغ نسبة الوفيات فيه بسبب الحروب 68% ونسبة المهاجرين قرابة 58% يعني نسبة عالمية من مختلف أنحاء العالم وهذا يأتي في وقت كما تحذر الأمم المتحدة يتجاوز فيه تعداد الشباب العرب مئة مليون نسبة ويستمر عددهم في التزايد بشكل سريع ولكن ليس بالسرعة ذاتها لمعدلات البطالة والفقر والتهميش يعني معدلات البطالة والفقر والتهميش أعلى تسارعا من تزايد نسبة الشباب العربي ثم تصارحنا الصحيفة بحقيقة مرة أصبحت من البدهيات هذه الحقيقة تقول أن العرب اليوم أصبحوا مجرد أحجار على ركعة الشطرنج الكبرى وليس أدل على ذلك حسب قولها من أن القرار التاريخي الصادر عن الأمم المتحدة لمنع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية قد كدمته دول غير عربية طبعا لا جديد فيما قالته الصحيفة سوى أنها قالت بالأرقام ما نعرفه نحن بالحث فنحن عرب الشرق الأوسط كما تقول نشكل كرابة 5% فقط من سكان العالم لكننا مع ذلك ننتج من نسبته 58% من الإرهاب العالمي و 58% من المهاجرين في العالم حكوماتنا نهبت من ثرواتنا قربت هذا 10 تريليون دولار خلال نصف قرن وهذه الحكومات تنفق على التسلح سنويا ما يقارب 75 مليار دولار مع أنه لدينا أعلى نسبة للوفيات في العالم بسبب الحروب وأعلى نسبة أو نسبة عالية جدا من البطالة والفكر والتهميش في المجتمعات العربية المجتمعات التي فيها من طبقة الشباب فقط 100 مليون شاب هذه الأرقام كد تكون أقل من الأرقام الحقيقية بالطبع فنحن نعتقد أن من الصعب الوصول إلى أرقام حقيقية في ظل انعدام الشفافية وغياب الثقافة المؤسساتية في الدول العربية كما أن معايير الهدر للمقدرات والثروات في هذه التكارير لا تأخذ بالحسبان هدر الطاقات الإبداعية البشرية وهدر الفرص التي ربما لن تتكرر أمام الأفراد وأمام الدول مرت فرص كثيرة علينا كأفراد وكدول أهدرتها هذه الأنظمة الفاسدة وكذلك هدر الوقت الوقت الذي هو رأس المال الحقيقي الذي لن يعوض وهذه المعايير كلها بالتأكيد لا تأخذ في الحسبان في تكارير الأمم المتحدة والمأساة أن هذا الهدر والفساد ينحتاني في عظم الإنسان البسيط الذي يشكل الشريح الأوسع في المجتمعات العربية وهو نفسه هذا الإنسان البسيط هو وقود الحروب والنزاعات التي تصب فوائدها عادة في جيب القتلى والعنصريين من أصحاب المشاريع السياسية الصغيرة والخاصة إذن فقد مرت ست سنوات منذ أن اندلع الثورات الربيع العربي في العام 2011 الثورات التي هددت بنية الاستبداد في الوطن العربي هددتها بالزوال وبشرت بتوطين الديمقراطية واستقلال الإرادة السياسية في هذه البلدان وهو الأمر الذي لم يكن مقبولاً ولن يكون مقبولاً لدى جهتين في العالم الجهة الأولى هم أولئك الحاكمون المستبدون في الوطن العربي الناهبون لثرواته المهدرون لطاقاته البائعون لمستقبله والجهة الثانية هي تلك الدول والأنظمة التي رأت من مصلحتها أن تبقى الأوطان العربية في كفضة الاستبداد والفساد السياسيين دول كبيرة ترغب في أن يبقى هذا المجتمع العربي أو هذه الأوطان العربية في كفضة الاستبداد لضمان بقائه متخلفاً وتابعاً ومستهلكاً وعاجزاً هذه مصلحتها كما تقدر ومن سوء حظ الربيع العربي أن هاتين الطائفتين والجهتين لديهما كل الإمكانات والخبرات اللازمة لإحباط وتحويل أي ربيع عربي إلى خريف وتحويل أي حلم إلى كابوس دول مقتدرة لديها المال لديها جهزة المخابرات لديها بيانات وكان من المنطقي أن يتعاون المتضررون من هذه الثورات لإجهاضها كان هذا أمر طبيعي فالدكتاتوريات ملة واحدة فشهدت الجغرافية العربية وشهدت تاريخ العربي أسوأ ثورات مضادة في العصر الحديث على الأكل أنفقت من أجل نجاح هذه الثورات المضادة عشرات المليارات من الدولارات وتحركت في سبيلها أجهزة استخبارات ومؤسسات سياسية على كافة المستويات لك تكررت هذه الجهات الكليمية والدولية الرافضة للربيع العربي أن تعطي المواطن العربي درساً كاسياً في الخضوع والاستسلام للقهر وعدم التفكير في الخروج من دائرة القمع والاستبداد فذهبت مصر إلى أسوأ حكبة استبدادية عرفتها في عصرها الحديث وذهبت اليمن إلى حرب أهلية مدمرة ومثلها ليبيا وذهبت سوريا إلى حرب أكثر تدبيراً وبشاعة وإلى وضع هو أشبه بالاحتلال والوصاية الأجنبية ولم تنجوا من هذه المهلكة سوى تونس التي كرر فيها بعض العقلاء تقديم تنازلات كبيرة من حقوقهم لمصلحة البلد سنوات ست انكشفت فيها حقائق وسقطت فيها أكنعة وتغيرت فيها كناعات وعرف العرب عن أنفسهم وعن العالم ما لم يعرفوه في عقود كاملة وأول شيء عرفوه هو أن الحرية ليست كلمة سهلة وأن الحياة أشبه بحفلة تنكرية كبيرة يتخفى فيها كل شخص خلف كناع فإذا انتهت الحفلة وجاء وقت الجد سقطت الأقنعة وعاد كل واحد إلى حقيقة لا يسار ولا يمين ولا حداثة ولا لبرالية ولا أي عنوان من هذه العناوين البراكة هذه جميعها لم تصمد أمام الامتحان فقد عادت الطيور إلى عشاشها البدائية وتبين أن نداء القبيلة والعرق والطائفة والمذهب ونداء الغريزة والأحقاد الإيدولوجية أقوى من نداء التمدن والمستقبل والتحديث عند كثيرين تبين أن كثيرا من أصحاب هذه الشعارات وهم لخبويون كانوا بدائيين أكثر من رجل الغابة وكانوا وثنيين أكثر من كفار قريش وثنيون بمعنى أنهم يعبدون يعني مؤسساتهم وأحزابهم وطوائفهم وأصنامهم التي صنعوها بأيديهم وبأوهامهم من المؤسف أن بعضنا ما زال حتى اليوم يتساءل هل كان الربيع العربي ثورات محلية طبيعية حقيقية أم مؤامرة أجنبية؟ وبعض هذا البعض بطبيعة الحال هو من فئة أنصار الأنظمة المستبدة الفاشلة التي حكمتنا طوال العقود الماضية وهذا البعض مستعد لإنكار الشمس في كبد السماء إذا كانت ستؤثر على مصلحته المرتبطة بالنظام ومع ذلك فإن من المناسب أن نناقش الإجابة على هذا السؤال ليس لتبرير ما حدث في الماضي بل لتفسير ما سيحدث في المستقبل وهو الأهم إذا عدنا إلى مكال صحيفة الجارديان البريطانية سنلاحظ أن الصحيفة كتتعاملت مع الربيع العربي باعتباره حالة طبيعية يعني باعتبارها ردات فعل اجتماعية منطقية لحالة الفساد والاستبداد السياسيين في المجتمعات العربية أمر طبيعي وهذا التصور هو الذي يليك بالإنسان العربي المعاصر بالفعل يعني لا يعقل أن يكون لدينا أكثر من مئة مليون شاب عربي هم الأفضل تعليما والأعلى تمدنا في تاريخ المنطقة لديهم حقوق طبيعية يعني لم ينالوها ولديهم طموحات مشروعة يأملون في تحقيقها هذا كله وأمامهم حكومات فاسدة تكف بينهم وبين هذه الحقوق والطموحات لا يعقل أن يكون هذا كله موجود ولا تحدث ثورة شباب شريحة واسعة من الشباب لديها طموحات لديها حقوق ولديها حكومات مستبدة كلا بد الثورة هنا حالة طبيعية الثورة هنا هي عبارة عن تطور للوعي الاجتماعي وتطور يعني وثمر طبيعيا لحالة الطموح الاجتماع الطموح والقهر في مكان واحد ولا يشترط أن يصل هذا الوعي إلى جميع أفراد المجتمع أو أغلبهم بالطبع فلكي تحدث ثورة في أي مجتمع يكفي أن تتوفر كتلة من الشباب الذي يشعر بحريته وكرمته ويمتلك عيام بحقوقه وموقعه من العالم ويريد الدخول إلى المستقبل لكنه يصطدم بحائط سميك اسمه النظام السياسي نظام سياسي مستبد فاسد عندها تقرر هذه الكتلة الشبابية والكتلة التاريخية انتظار الفرصة المناسبة للانكذاب على هذا الجدار وهدم وهذه الظروف كلها كانت متوفرة في الفترة الماضية سنوات الماضية وما زالت متوفرة في الوطن العربي إلى الآن ولم يكن منطقيا أبدا أن تظل هذه الكتلة التاريخية كما يسميها منظر اليسار تراكب مستقبلها وهو يسرك من بين يديها ويوضع في جيوب شريحة من الفاسدين دون أن تفعل شيئا ما كان هذا معقولا لم يكن منطقيا أن تظل هذه الكتلة التاريخية تراكب كرامتها القومية وهي تسحك تحت الأقدام دون أن تفعل شيئا لقد كانت كل الدلائل تشير إلى أن ثورا ما لا بد أن تحدث لكن السؤال هو كيف ومتى ومن المعروف أن الثورات الشعبية الطبيعية مثل يوم القيامة تأتي بغتة لا يعلم ويعادها إلا الله ولأنها ثورات طبيعية يعني غير مدروسة غير مخططة غير موجهة فإنها تشبه الفوضى طبيعي تشبه الأعمال الهمجية إلا أن الثورة فعل همجي نبيل كما وصفه عزمي بشارة ذات يوم إذا كان مقصد الثورة نبيلا فهو فعل همجي نبيل وقد كانت مقاصد الربيع العربي في غاية النبل والعظمة تجلت هذه العظمة في كل فعل قام به الثوار في سلميتهم وهم يواجهون الرصاص والتنكيل في تحضرهم وهم يحافظون على مقدرات المجتمع دون أن يمسوها بسوء في حرصهم على رفع رايات الوطن والقومية الجامعة الرايات الكبيرة على حساب الرايات الصغيرة رايات طائفية والمذهبية والسلالية والمناطقية والحزبية التي رفعتها فيما بعد ثورة مضادة كانوا كبارا في أخلاكهم الكبيرة داخل الساحات وهم يختلطون رجالا ونساءا دون أن يحدث بينهم أي فعل خادش للحياة كالذي كان يحدث في تجمعات أنصار الأنظمة السياسية المستبدة ومظاهر العظمة لا تحصى في ثورات الربيع العربي وثواره كل هذه الدوافع كانت تقول أن ثورة لابد قادمة شغل المنظرين والمفكرين والمصلحين السياسيين طوال العقود الماضية كان كله يصب في خلق وعي عربي بالتغيير بالنهضة بالخروج من الدائرة الطباشرية التي كنا فيها فكان من الطبيعي جدا أن تنتفض هذه الشعوب وتقوم هذه الثورات وليس من المنطقي بل أننا من إساءة التقدير وإساءة التصور أن نقول أن الوطن العربي كان في حالة موات وليس بإمكانه أن يقوم بأي فعل تجاه الأوضاع البائسة التي كان فيها لا الوطن العربي صحيح كان أشبه بدار عجزة لكنه لم يكن مقبرة للموتى مشاهدين الكرام سنذهب إلى فاصل كصير ثم نعود لاستكمال الحديث في الشواهد الدالة على مؤامرة الثورة المبادة لثورات الربيع العربي لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا كررنا مرارا الحديث عن مؤامرة الثورات المبادة لثورات الربيع العربي وربما يعتقد البعض أنه لم يعد ضروريا الحديث في هذه الجزئية والحقيقة أن دواعي الحديث عن مؤامرة الثورات المبادة ستظل باقية لآمد طويل بل إن من الواجب التعمق في هذه الثورات المبادة ودراستها شكلا ومضمونا من باب التعمق في دراسة الشر من أجل تفاديه بل إن دراسة الثورات المبادة أصبحت أكثر أهمية من دراسة الثورات نفسها لأنه كما قلنا الثورات تأتي كما يأتي المطر وكما تأتي الولادة في موعدهما دون تخطيط أو توجيه أما الثورات المبادة فهي فعل موجه مخطط مدروس هدفه إعاقة الثورة حتى لا تصل إلى هدفها المرجو الثورة المبادة هي فعل أجهزة سياسية فعل أجهزة سياسية لإعاقة حركة شعوب باتجاه المستقبل ولهذا يجب على الأمم التي تبغي الذهاب إلى المستقبل يجب عليها دراسة ظاهرة الثورة المبادة نفسها وتكوين تصور واضح عنها ليكون بمثابة لقاح ثقافي لأجيالها فمن حق المصريين مثلا ومن حق اليمنيين أن يعرفوا لماذا تصر بعض الأنظمة السياسية العربية على بكاء الاستبداد والفساد في أوطانهم من حق هذه الشعوب أن تعرف لماذا تنفك بعض دول الخليج مليارات الدولارات لإعاقة مشروع الديمقراطية في هذه البلدان من حق هذه الشعوب أن تعرف لماذا يحرص نظام سياسي في بلد ديمقراطي مثل أمريكا على إعاقة التحول الديمقراطي في بلدان عربية ومن حسن حظنا نحن أنصار الربيع العربي أن وسائل الإعلام والاتصال الحديثة قد أثبتت بالصوت والصور حقيقة المؤامرة وعناصرها وأعضائها والجهات التي تكف وراءها هذا من حسن حظنا وإلا لظل أنصار البيادات العسكرية يرددون حتى اليوم أن الربيع العربي كان عبارة عن مؤامرة أجنبية على أنظمتهم السياسية المتعفنة وقد استعرضنا في حلقات سابقة عددا من الشواهد على حقيقة هذه المؤامرة بعضها أحاديث لسياسيين كبار أمريكان وغير أمريكان وأعضاء كونغرس أمريكان وبعضها لمفكرين وفلاسفة والجميع كان يتساءل لماذا شاركت الإدارة الأمريكية في إجهاض ثورات الربيع العربي ناس أعضاء داخل الكونغرس الأمريكي نفسه كانوا يتساءلون ومنهم هذا الشخص في الفيديو الذي سيظهر يظهر فيه عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونالي وهو يحاكم سفيرة بلد في مصر أيام مرسي السفيرة التي اشتركت في إسقاط نظام المصري المنتخب برئاسة محمد مرسي بذراع لا تنتمي إلى عالم الديمقراطية وهو ما أثار استغراب هذا العضو عضو الكونغرس في الفيديو القادم يظهر السيناتر كونالي وهو يقول إن تقرير السفارة الذي اطلعنا عليه أو اطلعت عليه الخارجية الأمريكية يقول إن الانتخابات المصرية التي جاءت بمرسي كانت نزيهة وديمقراطية وهذا التقرير يصف ثورة يناير بأنها ثورة تاريخية ومع ذلك فقد رأت الإدارة الأمريكية أن من الواجب إسقاط هذا النظام الديمقراطي بذراع غير ديمقراطية وكان من الواضح أن الأهداف الحقيقية لإسقاط النظام الديمقراطي الذي أنجبته ثورة مصر لم تكن معلنة بدليل أن السفيرة بدت في هذا الاستجواب مرتبكة جداً وهي تجيب على أسئلة حضوة الكونغرس وسنعرض لاحقاً الأسباب الحقيقية على لسان شخصين آخرين بعد أن نتابع جزء من الجلسة المشار إليها وهذه الجلسة يعني هي عينة النموذج يبين إلى أي مدى كانت السفارة تعمل لخلخلة الربيع العربي والإيقاف جذوته نتابع Am I to understand from that that the United States government is saying even if you win a free and democratic election if you alienate people in your governance it's okay to overthrow it because I can think of some American administrations that might qualify for that we assessed the situation on the ground leading up to June 30th June 30th, July 1st as being a because of the millions of Egyptians in the street we assessed that as demonstrating considerable discomfort and unhappiness with the direction that the Egyptian democratic experiment was moving under President Morsi Madam Ambassador you and I are old enough to remember the Vietnam War protests I participated in them there were millions of Americans who went in the streets of this country for years protesting President Johnson President Nixon and the Vietnam War policy under your logic that would have delegitimized those two administrations it's not a question of what we liked or didn't like it was a question of what the Egyptian people what the Egyptian people felt was was a wrong turn in their revolution but we are Madam Ambassador based on what? based on protest? dream protest? because if you're going to use that standard you could argue this interim government is equally illegitimate millions of people have protested this government and hundreds have lost their lives in the form of that protest Congresswoman that's also why we've been so so engaged and so and and have discussed so extensively with the interim government the importance of their getting back on track to a civilian led government through a democratic process that's why that's why we support their roadmap but that's also why we have expanded on what we understand the elements of democracy to be and the elements that we would you know I'm 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 sorry I'm running out of time I'm also old enough and so are you to remember that this is precisely the logic used to overthrow the Allende government and to justify our support for the Pinochet government and it led to years of repression in the oldest democracy in the Western Hemisphere in the southern part of the Western Hemisphere it led to thousands of people being killed tortured and disappeared in my view it is not okay for the United States of America to say it's okay to overthrow a democratically elected government however fledgling and however much we disagree with it and it's a sad day for me to sit here and see my government make such a state خلاصة ما قاله عضو الكونغرس جيري كونالي أو كونالي هو أن وجود متظاهرين بالملايين ضد النظام الديمقراطي ذريعا لا تكفي لإسكاط هذا النظام وإلا لسقطت كل الأنظمة الديمقراطية في العالم وأولها النظام الأمريكي لأن المظاهرات والمعارضين للنظام موجودان دائما في كل بلد ديمقراطي وفي مقدمتها أمريكا كما قلنا هذه الحجة التي لم تستطع السفير الرد عليها لأنها في الأساس كانت تخفي الحقيقة حقيقة موقف الإدارة الأمريكية من الديمقراطية برمتها في مصر وفي البلدان العربية وهي الحقيقة التي سيشير إليها صراحة عضو كونغرس آخر هو مارك كيرك الذي وقف أمام زملائه في الكونغرس ليقول أن الديمقراطية أحيانا قد تأتي بأناس شريرين لا نحبهم مثل ما فعلت في غزة وفي ألمانيا من قبل ألمانيا ما قبل الحرب العالمية الثانية عندما جاءت الانتخابات الديمقراطية بأدولف هيتلار والديمقراطية في مصر كانت ستأتي بالإخوان المسلمين عن الفصيل الرادикالي المخيف هكذا قال هذا العضو في مقطع شاهدناه من قبل تعالوا نتابع لذلك نتابع من المنزل من الانتخابات لذلك نتابع من الانتخابات هذا هو الموقف الحقيقي لأمريكا أمريكا تخشى وصول الإسلاميين إلى صدة الحق في الوطن العربي ليس لأن الإسلاميين قادرين على تهديد أمريكا بأي صورة من صور التهديد ولا لأنهم سيقودون بلدانهم إلى حروب إقليمية تهدد السلم الدولي لا، الأمريكان يعلمون أن بلدان الربيع العربي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة لا تسمح لها بممارسة أي تهديد لأي أحد وتعلم أن أولويات هذه الدول محصورة في مجال التنمية لسنوات طويلة ويعلمون كذلك أن الإخوان لا يشكلون أغلبية في المجتمع المصري ولا في غير من المجتمعات العربية وأن بقاء الإخوان في السلطة ليس مضمونا بعد الدورة الانتخابية الأولى بل إن من الراجح تراجع شعبيتهم بعد الأداء الضعيف الذي أدوا في التجربة الأولى لهم في السلطة فلماذا قررت أمريكا إذن الإجهاز على الوليد الديمقراطي وإعادة الحكم إلى العسكر في كل من مصر واليمن وسوريا هنا يحضر التفكير الاستراتيجي التفكير الاستراتيجي لصانع الكرار الأمريكي طبعا ما عندنا شيء تفكير الاستراتيجي عندنا خيارات استراتيجية معروضة في سوق الخضار التفكير الذي يقول تفكير الاستراتيجي الأمريكي الذي يقول إن مشاريع الديمقراطية ذاتها في المنطقة العربية المشاريع هذه خطر خطر على أمن إسرائيل وخطر على المصالح غير المشروعة للشركات الأمريكية الحاكمة أمريكا محكومة من قبل الشركات لماذا؟ لأن هذه الأنظمة إن وجدت يعني ديمقراطية إن وجدت لابد أن تحقق تنمية سياسية وفكرية واجتماعية حقيقية تجعل هذه المجتمعات العربية قوية بعد ضعف ومستعصية بعد عمالة مستعصية على التركيء والتبعية وهذه الجهات لا تريد ذلك هم يريدون هذه المجتمعات وهذه البلدان بلدانا ضعيفة مستهلكة مسلوبة الثروة والإرادة كما قال دائما الفيلسوف الأمريكي الحر نعم تشوميسكي نعم تشاهد بلدانا ضعيفة في مستهلكم إذا فهو حيث لنما يتشاهد لنمتع الأمريكي لنمتع الأمريكي لنمتع الأمريكي لنمتع الأمريكي ما فهو أمريكي كما في العالم أمريكي أمريكي بلدانا ضعيفة وليس عامله مريد، أيها الفوارات والإنسانيوهات زوجهااية ، فهذاً، دكون هناك الفوارات والمعان وليس كذلك فإن كذا ما أعلم، وأنا ستستطيع أن يسعرف مريده، ستأکليه متفقه مع مقاومة فوارد، فوارد الفوارات فوارد، ومن المحلول لحفوة الإعجاب، مثل ربما الارمي يتعامل معه ومع المشاكل يتعامل معه ثم احسنه إلى مكانه يتعامل أمريكا ومحاولة عربية عن أحبك على الدموكراسي ثم تحاولي أن تتعامل الريجيم ربما مع نامات أخرى وهذا يفعله مرة و مرة و مرة حقيقة أن أمريكا وبعض دول الإقليم كانت تآمرت على أهم محاولة عربية للخروج من دائرة التخلف والاستبداد والفساد هذه الحقيقة لم تعد بحاجة إلى شواهد فواقع هذه الدول الداعمة للثورات المضادة وتاريخها كافيا لمعرفة حقيقتها وحقيقة أهدافها ومرادها من إكاف هذا المشروع لكن السؤال هو ما جدوى أن نعرف هذه الحقيقة الآن ما جدوى أن نعرف أن الأمريكان لا يحبون الديمقراطية خارج أمريكا وخصوصا في المنطقة العربية هل نهدف من ذلك إلى زيادة منسوب الكراهية مثلا لهذه الدول؟ أم نبحث عن شماعة نعلق عليها عجزنا وقصورنا وعيوبنا التي تكفي لتقويض جبال؟ لا شك أن المعرفة في حد ذاتها نور لكن المعرفة التي لا تنير الطريق الحالك في هذه اللحظة التي نمر بها هي معرفة زائدة عن الحاجة يمكن تأجيلها ومعرفتنا بحقيقة المؤامر التي حيكت ضد ثوراتنا في أوطاننا مؤامرة إجهاض حلم الديمقراطية والتنمية ليس الهدف من هذه الحقيقة أو من هذه المعرفة ليس الهدف زرع المزيد من البغضاء تجاه هذه الحكومات المتآمرة لأن هذا لن ينفعنا في شيء وإنما الهدف هو أن نتعرف على نقاط ضعفنا على العوائق التي تكفي أمام سيرنا حتى نتمكن كنخب الحديث للنخب حتى تتمكن هذه النخب من بناء نظرية في التغيير خاليا من العيوب ونقاط الضعف حتى تتبنها الأحزاب السياسية جماعات السياسية بشكل عام لأن نقاط ضعفنا هي أدوات خصمنا في السيطرة علينا الذي حدث لم يكن سهلا بالطبع الذي حدث خطير وكبير ويستحك التوقف وإعادة النظر فثورات الربيع العربي لم تكن تفرح حدثت هكذا بدون مقدمات أبدا الذي حدث هو أن المولود الذي انتظره شرفاء العرب مثقفوهم ومصلحوهم وانتظروه طوال نصف كرن على الأكل هذا المولود قتل أمام أعينهم نصف كرن من التنظير والكلام والنضال في سبيل الحقوق والحريات والإصلاح السياسي والحياة الكريمة كلها ذهبت مع الريح بعد أن كانت الثمرة أمام الفم أو هكذا يراد لها أن تذهب هذه النهاية بالنسبة لشرفاء العرب نكبة كبيرة لا تقل سوءا عن غزو التتار لبغداد قبل ألف عام نكبة الثورات المضادة بصورتها الكبيحة التي رأيناها أسوأ حتى من هزائم المعاصرة أمام إسرائيل لأن خسائرنا هذه المرة فادحة أفدح من هزيمة إسرائيل وأنكة الأنظمة التي جاءت بها الثورة المضادة مطلوب منها أن تنهي ما تبقى من مقاومات النهضة عند العرب هذا وجه فدحتها مطلوب من هذه الأنظمة الاستبدادية التي جاءت بعد الربيع أن تنهي كل مقاومات النهضة عند العرب مطلوب منها أن تجعل الإنسان العربي يكفر بفكرة التغيير نفسها مطلوب من هذه الأنظمة أن تعيد هذا الإنسان العربي إلى القرون المظلمة تيار إيران للأسف الشديد في العراق أرجع العراق 300 سنة إلى الخلف وتيار إيران في سوريا قتل وهجر نصف أهل سوريا ودمر نصف مدنها تقريبا وأباحها للاحتلال الروسي وتيار إيران في لبنان أوقف نمو الحياة السياسية اللبنانية وحرم اللبنانيين من حقهم في وجود دولة تليك بهم وتيار إيران في اليمن يبشر بعودة اليمنيين إلى حصور الإمامة حصور الظلام إلى أخزة ثقافة وأبشع نظام حكم عرفه العرب نظام حكم يبشر بحروب مفتوحة مع الجيران ستأكل الأخضر واليابس إذا كان في أخضر لدينا في اليمن نقول هذا لأنه ما زال في إمكاننا أن نفعل شيء حتى الآن ما زال في إمكاننا أن نفعل شيء لوقف هذا المصير المخيف لأوطاننا إذا استطعنا تلافي نقاط ضعفنا واستجمعنا قوانا الحية أخيرا مستقبل الأيام القليلة القادمة أو السنوات القليلة القادمة يبشر بتغيرات كبيرة جدا العالم يتغير من حولنا بشكل كبير جدا ترامب الرئيس الاستثنائي في التاريخ الأمريكي قادم بأجندته الخاصة الاتحاد الأوروبي يتفكك ومرشح لمزيد من التفكك بعد صعود اليمين الأوروبي إذا صعد في الانتخابات القادمة في أكثر من دولة روسيا عادت بقوة إلى المنطقة إيران منهكة إنهاك شديد دول الخليج استجمعت قواها وتحاول أن تتماسك وأن تتمالك نفسها في مواجهة هذا الخطر القادم من إيران العالم من حولنا فيما يبدو يعيد ترتيب أوراكا ويبدو أن القادم سيكون بالنسبة لنا أفضل على الأكل من السنوات القليلة الماضية يعني الأمل مطلوب ونحن لم نفقد الأمل بعد وليس هناك أي داعي لفقدان الأمل يعني ما زال لدينا كثير من عناصر القوة وما زال لدينا الكثير من المقدرات والكثير من الإرادة لدخول المستقبل يعني اليأس كما يقال خيانة لابد أن نحصل على حقوقنا ولابد أن نحقق ولو جزءا يسيرا من طموحاتنا في السنوات القائمة التفاؤل المطلوب إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في آمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة